عندما كانت اليابان تواجه أزمتها المصرفية وأزمة ديونها في التسعينات كان أول إجراء اتخذته هو خفض معدل الفائدة المستهدف أو معدل الفائدة التي تخضع له القروض التي تتم بين المصارف ولتنفيذ هذه الإجراءات فقد قام المصرف الياباني المركزي بطباعة كميات جديدة من الين الياباني ثم اشترى سندات حكومية قصيرة الأجل مما أدى إلى زيادة العملة المتداولة أو ما يعرف بالاحتياطي المتداول وبالتالي أصبحت جميع المصارف تحتفظ بالمزيد من الاحتياطي الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب على الاحتياطي أو أن سعر الاقتراض بين المصارف قد انخفض وبانخفاض سعر الاقتراض ينخفض معدل الفائدة ولكن يجدر التنوية أن اليابان استمرت بالقيام بذلك إلى أن انخفض معدل الفائدة لا 0% وبالطبع لم تتمكن من خفض معدل الفائدة إلى ما هو أقل من 0% الأمر الذي يواجه هوبرناركي في أزمة الاعتماد الأمريكية وتمثل إجراء التالي التي اتخذته اليابان في أنها أدركت أنها بحاجة إلى إدخال المزيد من كميات العملة إلى السوق ولهذا قامت بطباعة المزيد من الين الياباني ولكن ونتيجة لعدم جدوى شراء ديون قصيرة الأجل والتي ارتفعت أسعارها بشكل كبير للغاية حيث انخفضت معدلات الفائدة على القروض قصيرة الأجل إلى أقصى درجة ممكنة وبالتالي قامت اليابان باستخدام كميات الين المطبوعة مؤخرا في شراء أوراق من أنواع أخرى من أجل تداول كميات الين الجديدة بأي طريقة ممكنة لذا قامت اليابان بشراء سندات خزينة حكومية طويلة الأجل أو ديون شركات إذن قامت اليابان بشراء مجموعة من الأوراق لكن تجدر الإشارة إلى أن الهدف من هذه العملية هو زيادة كميات العملة ما يعني أن ما قام به اليابانيون هو عملية تسهيل كميين حقيقية مرة أخرى قام اليابانيون بطباعة العملة بأي تكلفة ثم أدخلوا هذه العملة إلى السوق بأي طريقة ممكنة من خلال شراء مجموعة من الأوراق في حينما يقوم به برنانكي لا يختلف عملياً عما قام به اليابانيون إذ أنه بدأ بتقليل معدلات الفائدة على القروق قصيرة الأجل كي يشتري سندات خزينة حكومية قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كمية الاحتياطي المتداول وانخفاص سعر الفائدة على القروق الليلة الواحدة وبهذا ينخفض معدل الفائدة على الأموار الفدرالية ولكن عندما انخفض معدل الفائدة إلى 0% في الولايات المتحدة مثل اليابان تسأل برنانكي عن كفية تخلي المأزق أسواق الانتمان اتبع برنانكي نفس الإجراء التي اتخذته اليابان حيث قام بزيادة المزيد من كميات العملة ثم استخدمها في شراء الأصول تختلف عن الأصول التقليدية التي يشتريها الفدرالي وهو ما قامت به اليابان أيضاً ولكن يوضح برنانكي الفرق بين ما قام به وما قامت به اليابان بالنسبة له فهذه العملية ليست عملية تسهيل كمي بالضبط ليس لأنها تختلف من ناحية العملية فهي في الحقيقة لا تختلف من ناحية العملية عن المسمى الآخر الذي أطلقه عليه هذه العملية وهو تسهيل الإتمان وحسب ما يعتقد برنانكي يكمن الاختلاف ما بين التسهيل الكمي وتسهيل الإتمان في الهدف من هذه العملة وكيفية استخدام العملة التي تم طبعتها مؤخراً فعندما تحدثنا عن اليابان وجدنا أنهم قاموا بطبعات هذه الكميات من العملة بهدف طبعات هذه العملة وقاموا بشراء العديد من السندات المختلفة من أجل تداول العملة المطبوعة مؤخراً في السوق وعندما تحدثنا عن برنانكي وجدنا أنه يريد أن يدخل العملة التي طبعها في السوق ولكن لم تكن هذه الخطوة هي الهدف الأساسي الذي يسعى لتحقيقه ولكن كان الهدف الأساسي لبرنانكي هو زيادة الطلب على بعض أنواع السندات المالية المتعثرة وعلى الرغم من أن كل العمليتين متماثلتان إلا أن برنانكي قد أطلق على ما يقوم به تسهيل الإتمان لأنه يحاول حل مشكلة متعلقة بسوق الدين التجاري أو حل مشكلة تتعلق بسوق الأوراق المالية المضمونة بالعقارات في حين أن اليابان كانت تحاول طباعة العملة من أجل طباعة العملة لا